الواد ده انا متأكد ان هو جايب الكباب ده من اي مكان يا خطاب انت جايب الكباب ده منين يا خطاب ماشي يا خطاب بصغلاء الكباب نحاسه ان هو مش لحمة ثلاث ده بعض ازيح حضراتكم اه بيبقى فيه بعض المقالات كده بنحاول قدر الامكان ان احنا نوصلها لحضراتكم باسلوب عشان يلزق في الدماغ يعني وصوصا ما يكون مقال جادة ليه يعني اه لنا زميل عزيز الاستاذ غالي محمد كاتب مقال مهم جدا عن الريش مش الكباب وكاتبوا فيه صحيفة الدستور النهاردة اسمه دولة الريش انا قدقتها الاول قارتها في الماتنة كده احسيت انها دولة الريش قلت اقراها من جوه الاستاذ غالي محمد زميل العزيز وكان رئيس مجلس ادارة اداري الهلال بقول لحضراتكم في المقال انه راح محل في التجمع الخامس محل في التجمع الخامس وطلب كيلو الريش ورادل جابني كل الريش لقاه بربعمية وخمسين جنيه كيلو الريش بالامانة انا انزعكت جدا ربعمية وخمسين جنيه كل الريش ده ليه هي ريش كلاب منفعش مخدر دي 8 جنيه دلوقتي وتسعون جنيه حاجة طبعا بها الزليم وربعمية وخمسين جنيه كل الريش يبقى عني محدة كان الريش وليه ناكل الريش ليه يعني وبعدين قصة الريش كلها عاب ناكل الواحد اهو خطاب راح جاب ريش مع رابش جابها مني ريش كلاب دي ولا اي ولا ريش حميل دي ولا اي شوف الريش حتى ما بقيتش نزيرتش الزمان دي ريش الزمان كده كده دلوقتي شوفي عاملنا اه مش حلوة الريشة بتتقطع على طول تحس انها معمولة قبل كده وكن واحد وكلها وسبها فاحنا رحنا سويناها وحاجات كده وبتاع ما علينا انا بس ان انا عايز اقول لحضراتكم انه زي مننا العزيزي الاستاذ غالي راح كلف التجمع الخامس الكيلو بربعمية وخمسين طيب زي مننا خطاب في الانتاج راح جاب كيلو ريش جبته كمه خطاب احمد خطاب تلتمية ومحل مشهور جدا كمان يعني جابهم محل مشهور جابه كم بتلتمية وكم جاب الكيلو بتلتمية وستين يعني اقل تلتمية وخمسين يعني اقل مية جنيه من اللي الاستاذ غالي بيقول عليه يبقى اذا هي مناطق ممكن انا اروح امبابة الاستاذ ماكي تساكن في الوراق بينه ولا ساكن في امبابة بيت قاعد في الفردوس اه كان هو كان قاعد في امبابة كان بيأكل الكيلو كباب كان بيخشوله في حوالي ميتين جنيه مية وتمانين حاجة كده انا في المنطقة اللي انا فيها الكيلو الكباب بيخشوله برضو في حدود تلتمية جنيه انا ما بكلمش كلام استفزازي بس عشان ان احنا ما بنقرأ مقال او حاجة ده بيتكلم عن المنطقة معينة وليس كل ما هو اسمو دولي تبريج بقول اه انه اه كعملين نرى الرياش كما نرى الكباب اللي عاملين في المحل نرى الرياش كما نرى الكباب الذي نحمله للزباب ولكن لا نأكله وغير مسموح لنا بتناوله كما اننا لا نقدر على شراءه وراتب اي فرد يعادل ما بين ثلاثة واربعة كيلو رياش يبقى الواحد منهم تقريبا بياخد الف وخمسمون جنيه يعني الواحد ممكن صاحب المحل ما كونش معاه فلوس نائدية ممكن يقول له اخر الشهر خد ثلاثة كيلو رياش وانت مروح يبقى كده المرتب بتاعه راح يعني انا في ناس زملائي هنا بياخدوا مرتب في حدود ستة كيلو رياش وبناشد الأستاذ علاء أستاذ علاء الكحكي لو انت تزنقت ماليا ولا حاجة ممكن تبقى جيب لنا عجلي وتتباحه وتدي كل واحد كم كيلو رياش كده هوم روح يبقى احنا كده جمعناه بطلبة كيلو بربعمائة وسبعين وربعمائة وثبانين وخمسمون جنيه ده حاجة صعبة جدا يعني معلين هو بيقول اين نواب البرلماء من الانتفاع الجنوني لأسعار الرياش خاصة انهم لا يعنيهم سوى أسعارها وأسعار عائلة الكباب بينما يجالون أسعار الفول والطعمية هل من الممكن اتقدموا باستجواب او طلب احاطة لرئيس الحكومة لكيعلن الحرب على الأسعار الرياش واجعلها حقا لجميع فئة الشعب ويقول له كل مواطن ريشة كل عام لا اقول له كل شهر لان هذا يعني مساواة الغني بالفقير في دولة الريح انا ازا بقول له حضراتكم تاني الريح ما تقرى ما قال وتلاقي واحد مثلا بيقول ريح فيه ريح بمتين جنيين فيه ريح بمئة وتمانين وفيه ريح بمئة وخمسين والله وريح حقيقية وريح كويسة مش ريحة نص سقومة يعني فما ما ناخدش المسائل تدعى على عنا وبالتاني احنا مختلف تماما مع الأستاذ غالي محمد انه احنا مش دولة تدعى حبيب الأستاذ غالي فاحنا مش دولة ريح ولا حاجة ولا دولة كباب ولا حاجة انا شخصيا مثلا كنت باكل كله كباب او كنت باكل اكل الكباب كل مثلا شهر مرة دلوقتي والله من يوم الامور ما والدولار بدأ يطلع على الجنيه ويركب عليه وحاجات كده وبتاع وكلام ده بقى انتش بقى تقريبا مرة كل شهر مرة كل شهر ونص مرة كل شهرين المدام عندي ربين يديها الصحة وطلطة العمر سعدت بتشوينا حاجات كده وبناكلها وتبقى زي الفل وبقى نحمدين شاكرين فما احنا لا دولة ريح ولا دولة كباب ولا دولة اي حتى احنا دولة الفول اه اصدتك هنكتب قبل كده في الفول وقالوا انه سعر طبق الفول خطاب انت جاب ده بكاما خطاب تقريبا ده بخمسة جنيه بين ده بعشرة جنيه ده طبق الفول ابو عشرة جنيه ده طبق الفول ابو عشرة جنيه وحضراتكم برضو هتجيبوا العيش كده وحضراتكم هتجيبوا برضو فول في هتجيبوا معلش عشان اضيع ريحة الكباب اصريحة الكباب وحشة في البقى فهنأكل فول كده عشان اضيع ريحة الكباب ده بعشرة جنيه وانا قبل كده بنجيبوا بحوالي اتنين جنيه بالكتير يعني دلوقتي بقى بعشرة جنيه انا والله انه هض الصبح جاب سندويتشين طعمية من محل جنبينا والله ما بهذب وجبتوا تكاوية يعني وجاب السندويتشين بعشرة جنيه سندويتشين طعمية تكاوية وجاب عمشوات مخليلات وحاجات كده وبتاع فاحنا الغلو اللي موجود دلوقتي ما بقاش على الكباب ولا بقى على الفول لا لا بقى غلو جامد جدا بقرأ بكلم حضراتكم على الغلو اللي موجود بأسعار الكهرباء والحاجات العشوائية اللي بتجينا في الكهرباء خلاص ده الغلاء موجود والحكومة فشلت فشلا زريعا في احتواء حالة الغلاء اللي موجودة في الدولة ومحدش يقدر يقول لي احنا سيطرنا وتحكمنا لا ما فيش يا فاني لا سيطرنا ولا تحكمنا وبتروح تلاقي واحد واحد بعربية بيبيع بسعر واحد عديب عربية في الشارع بيبيع بسعر واحد في محل تاني بيبيع بسعر فاحنا لازم يعني نشوف حل تاني لضبط السوق المصري جزار بيبيع لحمة بسعر جزار تاني بيبيع لحمة بسعر جمعية بتبيعها بسعر طب يا فانتي ما فيه جزارين بتبيعها ممكن أنا مرتبط بجزار بقالي عيلتي مرتبطة بيه فبجيب منه حددك أتقول أنت حر ماشي بس هو بيبيع على حسب البيحة ما بيجيبها بيشوف تكلفتها كما والأخر لكن لابد أن نذكر مش نذكر بقى نكون متأكدين جداً أن الدولة فشلت في ضبط الأسعار في الأسواق المصرية وعليها أنها تعيد النظر في هذا الأمر وتعيد ضبط الأمور في هذا الأمر وتعيد إجراءتها في هذا الأمر لا إحنا دولة ريش ولا دولة فول ولا دولة طعمية ولا دولة إحنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين يعني لو لقينا لؤمنة كلها وتسطرنا وتشبعنا خلاص بنحمد ربنا فنحاول قد يمكن من هذا المنطلق أستاذنا أستاذ مكرم أحمد أحمد كان كاتب من فترة عن الفول والزيت ويقول أن الفول مصمار المصريين وكما يقول المصريين يشكل الفول مع الجبن القريش الغريب الكاتب والعسل السود الغريب الحديد أهم مقاومات الغذاء المصري التي تحفظ صحة أبدان المصريين وتربي أجسام أطفال لو أنا أجيب أستاذنا مكرم محمد أحمد لو أنا أجيب طبق فول وشوية عسل أسمر زي ما الأستاذ مكرم كاتب وحط الجبن قريش مش أقل من 10 جنيه طبق فول صغير حط الجبن قريش وشوية عسل السود طب لو اشتريت نص كيلو عسل السود ما عادش فيه زي زمان كده فرط يعني سايد لا بشتريه في علبة يبقى أنا كده أدخل في 50 جديد فالغلل اللي موجود في الدولة المصرية لازم الحكومة تشوف لها حل فيه وربنا المستعام أنا بأحترم جدا أي مكان يكتب في هذا الإطار لكن حكاية الرياش دي طبق الرياش راجد أنا أنا ماخدش منه حاجة أهو الأحسن الانتاج يجي يقول لي هنا بتاكلت الرياش الرياش كامل أهو خطاب خطاب هنا أهو عم زيزو أهو الرياش زمانية أهو عسل دلو جابل كل الرياش حبيب أبو العلم